نظرت من نفسي في هذه المسألة أن في القرون العربع عشر الماضية خمسين إماما في اختلاف المذاهب الأربع كلهم لا ينص على التحريم بل يحكي إجماع الأمة يحكي إجماع الأمة أرى أن هذه المسألة مسألة مهمة ثم أيضا يشار إلى أمر مهم العجب من من يحكي الخلاف في مسألة الغناء من من يحكي الخلاف في مسألة الغناء ويقول مسألة فيها قولين من يقول بالتحريم ومن يقول بالإباحة أعجب من شيء جدا لماذا لا يذكرون من يقول بتكفير من يقول بإحلال الغناء مع وجود العمى الذين يقولون بذلك من قدامها المقدسي إمام الحنابلة في الفقه القاضي عياض إمام المالكية في الفقه البزازي وزين الدين الكرماني أئمة الحنفية في الفقه يقولون من استحل الغناء فقد كثر وهذا لا يقول به إمام واحد أكثر من شخص ومتباينون أيضا ما يدل على أن المسألة وصلت درجة من درجات الوضوح لدى هؤلاء إلى إمه وإن كنت لا أؤيد هذا القول لكن هذا القول ينبغي أن يحكى لأن من قال به يا إم أجل الكضاء ولم يكون على مدرسة واحدة من المدارس منهم أهل الرأي ومنهم من أقرب الناس مثلا إلى الدليل والظاهر والأخذ بظواهر الأدلة كابن قدامة وغيره لأن الحنابلة من أعلاماته أنه يأخذون بظواهر الأدلة كذلك المالكية من يكثرون من الأخذ بسد الضرائع وكذلك المصالح المرسلة ونحوها